العقيد أركان حرب أحمد محمد علي برضو النهاردة اتكلم عن وقع مؤسفة حصلت لما طيار التدريب عسكرية سقطت الساعة خمسة ونص من مساء اليوم في مدينة السنبلوين بالدأهلية ده كان نتيجة عطل فني في المحرك أثناء ما كانت الطيارة دي بتقوم بمهام تدريبية فقال وأضاف على صفحة الرسمية على الفيسبوك في البيان لي إن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية وإن الطيار الحمد لله حالته الصحية مستقرة وتم نقله لوحدة من المستشفيات بعد الحادث على طول وإن حالته الصحية مستقرة الآن